موسيقى وكالة فيتشي تتوقع قيادة مصر النمو في إفريقيا في قطاع البترو كيمويات على المدى المتوسط إضرابات واحتجاجات غدا في فرنسا ضد تعديل نظام المعاشات والحكومة تتوقع تعطلا شديدا لوسائل النقل العام في البلاد أسعار النفط تنخفض خلال التعاملات بعد تحديد الصين لهدف متواضع لنمو الاقتصادي لهذا العام أخبار المالي والأعمال أخبار الاقتصاد في نشرة اقتصادية مفصلة من النيل أهلا بكم توقعت وكالة فيتش أن تقود مصر النمو في قطاع البترو كيمويات في إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد التقرير جاء لمركز المعلومات واتخاذ القرار الذي أوضح فيه أن وكالة فيتش ترى أن تحسين المعروض من بدائل الواردات يعد خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر أكد وزير البترول طريق الملة أن مشاركة مصر في فعاليات أسبوع ملتقى الأسبوع العالمي للطاقة بمدينة هيوستين الأمريكية بشكل دوري وضح ما حققته استراتيجية وزارة البترول المصرية من نتائج أعمال خلال الفترة الماضية الوزير لفت إلى أهمية هذا المؤتمر وما تحويه مناقشاته وجلساته من موضوعات حول تأمين إمدادات الطاقة ودعم الأسواق الناشئة هذا وقد عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج على هامش المشاركة بالمؤتمر تناولت استعراض مستجداد أنشطة الشركة في مصر وخططها البحثية لزيادة الإنتاج في مناطق امتيازها بمصر دشنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العدد الثاني من مجلة آفاق المناخ تحت شعار معا من أجل التنفيذ والتي تصدر بدورية ربع سنوية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يأتي ذلك بعد إطلاق العدد الأول منها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعروف اختصارا بكوب 27 والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي رئيس الوزراء ثمن الإسهامات القيمة التي يتضمنها هذا العدد من تلك الدورية المميزة لكونها تجمع خبرات التنفيذيين وأفكار الباحثين في نقاش مثمر حول قضية محورية تشغل العالم وهي قضية المناخ والتي تمس أبعادها جميع مناح التنمية في العالم بحثت ورشة العمل الثاني عشر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اتجاهات التجارة الخارجية وذلك ضمن الإعداد لمشروع بحثي حول سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023-2024 وخلال الورشة التي عقدت بحضور ثماني عشر من المستثمرين وممثل الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات بالإضافة إلى الوزرات المعنية تم الاتفاق على أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية في زيادة حصيلة الصادرات ودعم المستثمرين مع أهمية الاستمرار في خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير دخول مستلزمات الانتاج الورشة شهدت أيضا التأكيد على أهمية زيادة المكون المحلي والتجديد على أهمية قرار الحكومة بخفض الفائدة على القطاعات الانتاجية من ثماني عشر بالمئة إلى أحد عشر بنسبة لقطاعات التصديري في البلاد أكدت وزارة التموين ارتفاع عدد معارض أهلا رمضان وتكثيفها من سبعة وعشرين معرضا لتصل إلى أربعمائة أو خمسة وخمسين معرض على مستوى الجمهورية الوزارة أشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي آمن لجميع السلع وخاصة القمح والسكر بالإضافة إلى الدواجن واللحوم أيضا قام وزير النقل كامل الوزير بجولة لتطقيق مصار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من مطار سهاج حتى فرشوت وخلال الجولة أكد الوزير أنه تم مراعاة اختيار المصار في عدم المرور من خلال الأراضي الزراعية والأثرية والمرور من خلال المنطقة الصحراوية غرب مدينة سهاج كما روعي أيضا في اختيار مواقع المحطات في هذه المسافة بأن تكون أقرب ما يكون من مطار سهاج والمنطقة الأثرية بأبيدوس وبما يسهم في تشجيع السياحة وخدمة حركة تنقل المواطنين أيضا قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا أن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطل شديد في وسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء أي غد وتوقع أن يكون الإضراب وهو أحد أصعب الإضرابات بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات وتدعو النقابات العاملة في فرنسا إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير كان في يناير الماضي عندما تظهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات في فرنسا يوم جديد من الإضرابات تشهده المدن الفرنسية ثلاثاء مع حجد النقابات قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد ومن خلال تنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية تسعى النقابات لحجد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات الحادي والثلاثين من يناير حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشاركة لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية ودعت الكونفدرالية العامة للعمال فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد حتى سحب الإصلاح موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفني الكهرباء والغاز وجامع النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزاف وغيرها ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بل بلتا شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكاك الحديدة والهيئة المستقلة للنقل في باريسا التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارسا أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية فإن المديرية العامة للطيران المدنية طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30% من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء تحسبا لإضراب المراقبين الجويين ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم رئيس مانويل ماكرو إقراره رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات ورفضت الحكومة حتى الآن تراجع مشروعها رغم خمسة أيام من احتجاجات نظمت حتى الآن فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة عن التخلي عن خططها إلى النرويج التي جنت عائدات قياسية من النفط والغاز العام الماضي وذلك مع ارتفاع سعر الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا ووفقا لبيانات الرسمية حصلت النرويج على 131 مليار يورو من الدخل المتعلق بالمحروقات وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في النرويج ننتقل إلى أسعار النفط العالمية التي انخفضت بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا لنموها الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو الخمسة بالمئة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ خمسة ونصف المئة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي المعروف بمزيج برينت راجعت بخمسين سنتا إلى خمسة وثمانين دولارا ثلاثة وثلاثين سنتا للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بستة واربعين سنتا إلى تسعة وسبعين دولارا اثنين وعشرين سنتا للبرميل إلى أسواق المال الأسيوية فارتفع المؤشر النكاي الياباني أكثر من واحدة بالمئة ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقتفيا أثر المكاسب التي حققتها والستريت في الجلسة الماضية بعدما هدأ مسؤول مجلس الاحتياطي الاتحدي المخاوف من المبالاة في تشجيد السياسة النقدية المؤشر النكاي ارتفع بواحد وأحد عشر من مئة في المئة كما زاد المؤشر الأوسع نطاقا المعروف بطوبيكس بأربعة وتمانين من مئة بالمئة من قيمته إلى هنا انتهت هذه النشرة وذكركم بهم ما كان فيها من أخبار وكالة فيتش تتوقع قيادة مصر النموة في إفريقيا بقطاع البترو كيمويات على المدى المتوسط إضرابات واحتجاجات غدا في فرنسا ضد تعديل نظام المعاشات والحكومة تتوقع تعطلا شديدا لوسائل النقل العامي في البلاد وأسعار النفط تنخفض خلال التعاملات بعد تحديد الصيني هدفا متواضعا لنموها الاقتصادي هذا العام كانت هذه النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حس المتابعة دمتم في أمان الله